كتاب مقدس اعرفة ان فيه واحد فوق خلقنا وخلقني والاسماء الحسنة بتقولي انك مزظالم مش معقول تكون جايبني على الارض عشان تجنيني وفي الاخر ترميني في النار انا مش عايزة اروح النار انا مش حاجة غلط انا بسرقش انا بصوم وبصلي انا عايزك بس تورني الطريق بتاعك كنت بطلع على السطح في بيتنا في شبرى فبشوف القبب بتاعت الكنيس والمقازن بتاعت الجوامع كنت اقول له ايه اللي بتاعك فيهم شاورلي عليه اعمل حاجة خليه نور خليه وقع التاني اعمل حاجة وريني طريقة طيب انا هنام والصبح اللي بتاعك منهم كتاب منهم يفتحوا وهو ده اللي همشي فيه وانت عارف ان انا عايزك بقلب بس جسوة الله لا يتكلم بالطريقة التي تطلبها انت الله يتكلم بطريقته هو لان طريقته هي اللي هتأثر فيك اكتر طبعا ولا الكتاب تفتح ولا الجمع وقع ولا كنيسة حرائي ولا احدى حصل فما كنت ثلاث شهور ثلاث شهور بتعزب ولما كنت اروح لصاحبتي كان عندها صورة يسوع منها انا عارف ان دي صورة يسوع فكنت ابو الصلاة السامة اقول له رب لو فعلا زي ما هم بيقولوا وهي دي صورتك ابعد شوية هوا في الصيف ثلاثة وعشرين في مصر ثمانية وثلاثة وعشرين تسعة وثلاثة وعشرين عشرة ده هوا فيه صيف لسه ما دخلناش في الشتة اوي في يناير وربراه فيه هوا وعا الصوت ما فيش حاجة بتحرك وحصل في يوم الايتي تحنن الله علي وانا نايمة شفت نفس الاوضة اللي انا نايمة فيها نفس السرير اللي انا نايمة عليه الباب اتفتحت على الاوضة وكان يسوع عرفت منين يسوع لان هو شكل الصورة اللي كانت عندي صاحبتي هيا نفس الصورة بنفس اللبس فتح الباب كان معاه اتنين اللي اتنين وقفوا برا وهو دخل السرير اللي انا كنت نايمة عليه كده وكان قدامه كنبة قاعد على الكنبة اللي قدام السرير وابتسامع انا منسهاش اف بسنانو كالجميل اقوه بيضة قال لي فيه حد يقابل ابوه حبيب وهو نايم كده برضه هاتي جنبي كان حاجة ملفوفة كده زي البرديات بتاعت الفراعنة ومختومة بختم احمر بسيل انا معرفش فيها ايه ومعرفش دي جنبي منين مديت ايدي خدتها وديتها له خدها في ايده وقام وقف بتسم وخرج من الوضع اكتر من كده ما حصلش كلمة زيادة ما حصلش لكن ده كان كفيل جدا وكافي جدا بالنسبة لي ان انا لما فتحت عناية رحت لصاحبتي وقلت لها انا عايزة اتعمد انا قلت لها اتعمد مش عشان حاجة عشان كل اللي في ذهني ان اعرفوا ان الناس عايزة تبقى مسيحية او ده اللي فهمهولنا في حقل الاسلام ان الطفل بيولد مسلم لدرجة ان المسيحيين دول بيولد اطفالهم مسلمين بس عشان يحولوهم يخلوهم مسيحيين هم صغيرين بيودهم الكنيسة يحطوهم في المية ويعملوا بعض الطقوس فيطلعهم مسيحيين ده كل اللي عارفوا فانا عايزة ده طبعا مش بسرعة كده وما نفعلش كده خلينا سكيب الجزء ده واقول ان ربنا راتب وروحت لحد من الكنيسة وقلت له انا عايزة اتعمد قال لي يا بنتي انا معرفش قلبك في ايه لو انتي مؤمنة بجد ما عمدتكيش الله يسألني لو جرالك حاجة ولو انا جرالك لكن وان كنتي بتلعبي فجزائك عند الله وعمدني بس ما فرقش كتير كل اللي حصل في الفترة دي ان انا خلعت العباية بتاعت الاسلام بس وقفت عريان زي ما بيقولوا كده نزلت المية خطي ناشف وطلعت خطي مبلوط